اهلا بكم طول عمرنا واحنا بنرمي اه ورق الكرومب الاخضر ده بس انا النهاردة هخليكي تستغليه وتستخدميه في حاجة بتضيقنا كلنا بجد كنز كبير هاتل جمعيه بالشكل ده كده وتخسليه غسلة كويسة جدا عشان الاتربة وهنلفه بالشكل ده كده ونحطه في كيس يا اما في التلاجة لو هتستخدميه على طول اما في الفريزة لو انتي هتستخدميه على مدار الاسبوع وعلى مدار الشهر هتلب فيه كده وورق زبدة وفي الفريزة او في التلاجة بيتاني معاك فترة طويلة جدا وكمان كنز كبير هتستخدميه في حاجة بتضيقنا كلنا وبتتعب لنا نفسيتنا كمان لو جربت كل حاجة عشان انت حاجة دي فورق الكرومب الاخضر ده هيجيب لك النهية وهيجيب لك من الاخر ويلا بنا كده نسمي الله ونصلى على رسولنا الكريم ونبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ يا ريت لايك وشير في الخير علشان تقسمونا الاجر والسواب ان شاء الله ويلا بنا نبدأ واقول لكم هنستخدم ورق الكرومب الجميل التحفة ده في ايه ومش هنرميه تاني هنجمعه زي ما قلتلكم وهنستخدمه على مدار الاسبوع على مدار الشهر بجد مش هتستغنى عنه تاني وهتستخدميه وهيبقى كنز كبير في بيتك بعد كده يلا بنا كده نبدأ ونقول بسم الله وركزك جدا في المكونات اللي انا هضيفها دي علشان الوصفة دي كنز كبير لو استخدمتيها هتخلصك من اكبر مشكلة بتواجهنا كلها. وقطعه هجيب بولا برفحها على النار وقطعه قطعه صغيرة بالشكل ده. عايز اقول لك بقى الوصفة دي رهيبة رهيبة رهيبة. من اول الاستخدام هتلاحظي الفرق وهتخليك كده حاجة تانية. وهتفرق جدا في حياتك. بالشكل ده كده. بس انا مش عايزة اكتر من كده. هون خدت قطعة منها كده. وهضيف ايه كمان على المكونات بتاعت دي هضيف آآ فص من التوم بالشكل ده. وقطعه الى شرايح. كده. وهقول لكم الوصفة الخطيرة دي الايه? وايه المشكلة ان احنا بنعاني منها وهتفلصنا منها. هدفنا فص من التوم شرايح. وهضيف كمان آآ حباية من اللمون شرايح برضو بالشكل ده. وهضيف ايه كمان مكون رائع جدا وهو الجنزة ديب البودر. هاخد منه ربع معلقة صغيرة. بالشكل ده كده. مش اكتر من كده. وهضيف على المكونات بتاعتي. كوب من الماء. بالشكل ده. هرفع المكونات على النار وارجع معاكم مرة تانية. وبعد ما سلتها على النار تغلل مدة عشر دقيق بعد شكلها. واقوى وصفة هقول لكم ايه دلوقتي. وهجيب مصفة كده وصف المكونات بتاعتي. بالشكل ده. لو عرفت تاكل المكونات دي فيها فايتة عظيمة وكمان هتساعدك في المشكلة اللي احنا بنعاني منها. فهي جميلة جدا لو تقدر تاكلها يبقى انت بطل. تمام كده? تمام. مش هتقدر تاكلها او مش هتتقبليها. يبقى كفاية علينا المشروب التحفة الجبار ده. المشروب بقى ده للايه? للتخلص من الدهون العنيدة. الدهون اللي في الجرش اللي في الارداف. اي دهون موجودة في جسمك هتتخلصي منها للابد بهزا المشروب الرائع اللي هو هينسف لك كل الدهون اللي موجودة في جسمك. اتحداكي لو جربت وصفة قبل كده وادات لك مفعول زي الوصفة دي. الوصفة دي رهيبة. انا بستخدمها بقالي اسبوع دلوقتي مش عايز اقول لك رهيبة في التخلص من الدهون العنيدة. تحفة جدا جرى بيها. وكمان طعمها حلو جدا مش وحشة. تعالي كودا ندقها. طعمها مقبول وجميل جدا مش وحشة. طعمها حلو. مش عايز اقول لك جميلة جدا يعني مش هتحس بقى بحاجة كده بتغذيها غصبا عنك او طعمها وحش. لا طعمها جميل جدا وكمان مفيدة مغزية. وكمان بتساعد على حرق الدهون بشكل كبير جدا. اولا احنا حطين فيها جنزبيل والجنزبيل ده حارق قوي جدا للدهون. بينسف لك الدهون رهيب جدا للدهون. ثانيا ورق القرمب فيه بصوا ورق القرمب ده رهيب. خاصة الورق الاخدر ده بيبقى فيه مادة الكبريت عالية جدا فبتساعدك على التخلص من الدهون بشكل كبير جدا. فبتفرتكلك اي دهون موجودة حتى لو كانت عنيدة ومتخزنة فهي بتفرتكلك الدهون بجد رهيبة. تمام? ورق الكرمب ده كنز كبير خاصة الغامق اللي هو الاخدر ده رهيب في نسف الكرش وكمان التخلص من الدهون بشكل كبير جدا. تمام كده? تمام. كمان احنا حطين هنا شرايح من اللمون واللمون هنا برضو بيساعد على حرق الدهون وكمان حلو جدا. والوصفة ديه اما تغديها قبل الاكل بنصف ساعة او بساعة تقريبا. بتقفلك الشهية بتيجي على الاكل ما بتقدريش تكلي او تخلص واجبتك. بتاكل الحاجة المهمة المفيدة وبس كده انت مش بتبقي ليكي قبلية للاكل وفتح الشهية او ان انت عايزة تاكل على طول فاخد الوصفة دي هتقفلك الشهية وهتخليكي برضو ايه? ما تكليش كتير. فده برضو بيساعدنا في التخصيص بشكل كبير جد. يا سلام بقى لو عندنا خل الاعشاب وضفنا معلقة صغيرة من خل الاعشاب برضو رهيبة جدا للتخلص من الدهون. حلو جدا خل الاعشاب دي نسف الكرش والتخلص من الدهون العنيدة. فهو رهيب جدا. لو موجود عندك هتخط معلقة صغيرة بجد حلو جدا خل الاعشاب برضو للتخلص من الدهون. طيب سمع حد بيقولي الوصفة دي تنفع للاطفال يعني من عشر سنين ثم بعد تنفع طبعا لان ما فيهاش اي حاجة مضررة ولا اي حاجة فيها مواد حفظة ولا اي حاجة. كل الحاجات بتاعتنا حاجات طبيعية جدا وكمان مفيدة للجسم وكمان صحية ما فيهاش اي ضرر. الجنزبيل والتوم والكرومب وكل الحاجات دي احنا بنستخدمها في الوجبات بتاعتنا الرئاسية يوميا فما منهاش ضرر كل دي مكونات طبيعية وزي الفل. بس الطفل بقى لو مش هيتقبل ياخدها ممكن نضيف عليها معلقة صغيرة من عسل النحل بجد حلوة جدا برضو للاطفال. وكمان هتبقى طعمها حلوة في نفس الوقت كمان هترفع لي المناعة عند الاطفال بشكل كبير جدا. تمام? سمع ناس بالطابلو يا الزغريد بتقولي هناخد الوصفة اي ازاي مرة او كم مرة في اليوم او هناخدها ازاي? هناخدها تلات مرات يوميا قبل الوجبة بنص ساعة او بساعة. ده بقى كفيلة ان هي تفرتكلك كل الدهون الموجودة وفي نفس الوقت كمان هتقفلك الشهية يعني تم تغضيها كده هتحس ان انت مقفولة من الاكل مش عايزة تاكلي وكمان الشهية عندك قفلة فانت هتاكلي بقى الحاجات المفيدة المقزية بتاحتك ان كانت كتعة بروتين طبق سلطة طبق شربة الحاجات العادية دي وشوف انت هتخسي بطريقة عاملة ازاي بقول لك في اسبوع واحد انا مش انا معرفتش نفسي وكمان كل اللي حوالي او المفاتين بي او اللي عايشين معي في البيت كله بقى يقول لي انت خسيت ازاي عملت ايه مش عارف بايه فانا خسيت بشكل كبير وكمان بسرعة جدا بتخسس بسرعة جدا مش عايز اقول لك قد ايه والسؤال النهاردة يلا نجاوب عليه بقى في سؤال النهاردة وسؤال مهم جدا. انا عندي حصوة على الكلة اعزكم الله وتعباني جدا ودايما جنابي واجعاني فمش قادر استحمل الالم. ما الحل وعايز حل بدون اطباء وبدون جراحة. طيب انا هقول لك على حل سحري للتخلص من الحصوات على الكلة. لو كانت حصوات مش حصوة واحدة فانت هتتخلص منها بمنتهى السهولة. هنجيب البقدونس. هناخد حبة من البقدونس. قدم علاقتين تلاتة من البقدونس واضيف عليهم كبايتين او تلات كبايات من المية وارفحهم على النار لمدة عشر دقائق. وبعد كده هغطيهم لمدة عشر دقائق تانيين. وبعد كده هاخد المشروف ده تلات مرات يوميا بجد بيفرتكلك لو في حصاوي على الكلة بتفرتكها لك وبيتخلصك منها بشكل نهير. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. يا رب اكون فتكم. ولو استفدتوا. ولو بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير. بحبكم في الليك. باي باي.